أخيرا وجد أعضاء الاتلاف ما يوحدهم فكانت حلب هي النقطة التي لم يختلف عليها أحد منهم أو على الأقل كما يبدو فعلى الرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الهيئة العامة الأخير ليلة الأحد إلا أن الكتلة التي قاطعت الاجتماع لم تسجل اعتراضا على قراراته الثلاثة بخصوص حلب تشكيل لجنة من ثلاثة أعضاء لصياغة مشروع بيان يوضح موقف الاتلاف من مبادرة ديمستورا حول حلب من المقرر أن يقدم في جلسة الأحد كان بمقدمة هذه القرارات المجتمعون أقروا أيضا تشكيل خلية أزمة لمتابعة التطورات العسكرية في المدينة من أجل اتخاذ التدابير الإغاثية واللوجستية بالتعاون مع الحكومة المؤقتة والمجلس المحلي أما القرار الثالث فقد ألقى على عاتق أعضاء الأركان في الاتلاف تقديم خطة عسكرية للدفاع عن مدينة حلب بالتعاون مع المجلس العسكري ووزارتي الدفاع والداخلية والفصائل الثورية خلال مدة لا تزيد عن أسبوعين وبينما لم يصدر ما يخالف هذه القرارات أو يطعن بقانونيتها من قبل كتلتي الوفاق الوطني والديمقراطية التي نقاطعتها الاجتماع لا يتوقع أن يكون الأمر بهذه السهولة فيما يتعلق بالنقاط الخلافية فاختيار وزراء لحكومة الطعمة وبحث مستقبل كتلة الأركان في الاتلاف لازلت نقاط توتر عال بين هاتين الكتلتين وكتلة ميشيل كيلو الأخوان وسط محاولات حثيثة لردم الفجوة أو الفجوات بينها يستغرب السوريون كيف يمكن لأعضاء الاتلاف أن يوجدوا كل هذه الخلافات بينهم فيما يزداد الواقع الذي تعيشه الثورة خطورة كل يوم لكن الجميع يأمل أن تشكل حلب هذه المرة اختراقة في حائط مزدود داخل الاتلاف يتساءل الجميع من صنعه